اشتركوا في القناة اكبر كمية من اللبن يوميا وانوضح بالفيديو دراس الجدوى لتربية عشر بقرات ومميزات المشروع والمساحة المطلوبة وكيفية الشراء والتغذية والتحصينات وكل اسرار المشروع واطلب منكم فضلا وليس امرا تعملوا اشتراك ولايك وشير للفيديو حتى نصل لاكبر عدد من المشاهدين اولا مزايا المشروع وهو مشروع السعادة بيعود بالفايدة على البلد كلها وبيزيد الانتاج الحيواني بالموليد وبيزيد بالالبان اللي بتقوم عليها صناعات كتيرة اخرى من اكتر مشاريع طلبا في الوطن العربي دورة رأس المال ممكن مضاعفاتها سنويا بالموليد الاناس الاراضات من المشروع متنوعة كبيع الموليد وتسمين الزكور في دورة تسمين برا المشروع كذلك انتاج الزبدة والجبنة القريش والاشطة بخلاب بيع الحليم السبلة كمان اللي بتطلع من تحت البهايم دي بتكون سمادة عدوة للاراضي جاية جدا ومطلوبة بشدة ممكن بيع الفائد عن الاحتياج بمبالغ جايدة وتسمى بالريف الحسنة المستخبية ثانيا كيفية تمويل المشروع في حالة توفر مكان التربية والارض الزراعية اللازمة لزراعة البرسين والبنيوكام والزورة لعمل الدريس والسلاج يمكن تمويل المشروع بالطرق التلاتة للأتاة نمرة واحد تمويل ذاتي في حالة التوافر رأس المال نمرة اتنين قيام من الاهل والاصدقاء بشراء الابقار بنظام المشاركة نمرة ثلاثة التمويل بقرد ابن البنك الزراعي المصري بفايدة 5% متنخصة سنوية ثالثا مواصفات الابقار الجيدة عند الشراء يجب انتقاء الابقار بمواصفات جيدة بالاعتماد على تاجر امين او متخصص امين واهم مواصفات البقرة الجيدة هي الدرع كبير والعروق غليظة بيدل على قوة اضرار اللبن وصرعة تخزيط الدرع بالمواد اللازمة للتحويل الى الحليم والاربع حلمات سليمة وشغالة ان يكون وزنها مناسب مع متوسط وزن السلالة ان يكون الجلد طري ومجدود والجسم خالي من الجروح والظهر مستوي وطويل والشعر ناعم للدلالة على توازن تغذية البقرة الارجل الخلفية واسعة وتشكل الحرف يو مقلوب من ناحية طباع البقرة يجب ان تكون هادية وسريعة التطبع ومتعودة على الحياة وسط قطيع عيون البقرة جيدة وتكون براقة وما بتدمعش وجفونها الداخلية وردية اللون والقرون سليمة وصحيحة في الاتجاه واللسان سليم وسهل في الحركة واللسا يجب ان تكون سليم البطن يجب ان تكون عميقة وغير مدلة وغير مكرشة وفي منطقة السرة ما يكونش فيه اي اوراق رابعا افضل انواع البقر الخليط في مصر كل انواع الابقار بتضرب لبن لكن افضل انواع هي اللي تستطيع ان تتحمل الظروف البيئة المحيطة بها مع ارتفاع درجات الحرارة وانخفضها وكمية الالبان المنتجة خلال الموسم واحد والموسم في العادة بيكون 305 يوم حوالي 10 شهور وافضل انواع الابقار الخليط لانتاج مواليد جيدة واكبر كمية البان هي خليط الفريزيا واللشتاين والبراون والسيمينتال خامسة متطلبات المشروع لاجب ان يكون فيه ارض زراعية بنطلع منها الاعلاف الخضرة والدريس عايزين عنبر للتربية او زريبة مساحتها تكون واسعة وغالبا البقرة الوحدة بتحتاج لعشر الاثناشر متر فاحنا لو هنربي عشر بقرات فاحنا محتاجين من مية لمية وعشرين متر وغالبا يفضل ان يكون العنبر او الزريبة عرض ستة متر في طول عشرين متر العنبر يكون بدخله شمس جيدة في الصيف وكمان ممكن تدفيته في الشتاء توفير مياه شرب نظيفة وكهرباء في حالة استخدام حلبات الية الارض تكون مسلح او بلاط ويفضل الارض الطنية توفير معالف او طويل للأكل تتناسب مع عدد الابقار ونتاجها والارتفاع يكون مناسب لتغذية الابقار والحلقات على الطوالة بيكون بين كل واحدة والتانية متر على الاقل يجب شراء حلابة الية مزدوجة لحلب بقارتين مع بعض وبيكون افضل من الحليب اليدوي بتحفظ على سلامة الدرع وبتزيد من كمية اللبن المحلوب بالنسبة للعمالة يفضل ان يكون صاحب المشروع واهل بيته هم القائمين على المشروع لتوفير مصريف العمال اذا لما يتوفر ذلك فبنحتاج اتنين عمالة واحد لاحضار البرسيم او الضراوة من الغيط يوميا والتاني بيكون تغذية الابقار وحلبها وتنظيف المزرعة سادسا الادوية والتحصنات ضروري جدا التطعيمات والتحصنات والاعتماد على طبيب بطري بالزيارة مرة كل 15 يوم على الاقل والتحصنات الاساسية هي الجلد العقدي ودي بتتاخد كل 6 شهور والحمى القلاعية كل 3 شهور والانتاج بعد عمر شهرين تجريع الابقار مرة كل 6 شهور للوقاية من التفايلات الداخلية والخارجية توفير ادوية الاسهال وتخفيض الحرارة في المزرعة بشكل دايم تكلفة البرنامج ده الطبي والاشراف بتتكلف من 750 الى 1000 جنيه للراس الواحدة في السنة سابعا تكليف تغذية الابقار الابقار بتنتج مزيدا من اللبن مع استعمال اعلاف الخضر لان التغذية بالاعلاف الخضر بتزيد من الماء في التغذية وهو عنصر مهم في انتاج الحليب كمان بتكون الاعلاف متوازنة بين بروتينات واعلاف طاقة واملاح معدنية وفيتامينات اولا زي ما قلنا قبل كده يجب توفير ارض زراعية ملك والعشرة بيحتاجوا على اقل 3 فتدين لخدمة العشر ابقار ونتاجهم وذلك لتوفير برسيم اغدر ودريس لو في الوقت ما فيش فيه برسيم وكمان بالنسبة للشتاء بتوفر ضراوة وسلاج وكذلك زراعة الضرة الشامية لعمل جريشة من الكزان وتغذية الابقار على العيدان والاطراف في الصيف توفير السلاج للتغذية بيساعد على تغفيد كمية العلف المركزة بنسبة قد تصل الى نصف الكمية يوميا وبيساعد على تغفيد تكاليف المشروع عموما ممكن زراعة البونيكام وهو مفيد جدا كعلف اغدر او دريس وبيزيد من انتاجات الالبان وبيوفر في الاعلاف المركزة وهترك لكم في صندوق الوصف فيديو سابق للقناة عن زراعة البونيكام وفوائده للانتاج الحيواني والتسمينا وانتاج لبني يجب تقديم العليقة المركزة صباحا ومساءا بمقدار 1 كيلو لكل 2.5 كيلو لبن بمعنى البقرة اللي بتنتج 20 كيلو لبن فبنديها 8 كيلو علف في اليوم 4 صبحا و4 مساء وبيكون العلف بروتين 16% ل18% واترك لكم في اول تعليق مثبت مجموعة من التركيبات العلافية لالابقار الحلاب في الشهر الاخير من العشر بنهتم جدا بالبقرة في التغذية وطبعا بنوقف الحليب منها وده عشان نحضر للمرسم الجديد وزيادة نمو الجنين بالداخل ويتولد بشكل صحيح تكلف تغذية البقرة يوميا فاحنا بنقول 8 كيلو علف 6 جنيه تقريبا يعني نتكلم في 48 جنيه علف مركز تكلفة السلاج والدريس والبرسين وبنكم تقريبا حوالي 15 جنيه يبقى التكاليف اليومية للبقرة الوحدة ما بين 60 ل 70 جنيه سامنا ندراسة الجدوى المالية وهنا هنقدم التكاليف بسعر اغسطس 2022 متوسط سعر البقرة الولدة والعشر كسر جزء او جزين ما بين 30 ل 35 ألف جنيه في عشرة يعني بنتكلم في متوسط 325 ألف جنيه كمان يجب ان يكون معانا في المزرعة دكر طلوقة علشان في عدم توفر التلقيح الصناعي وده كمان عشان نقدر نلقح او هو يلقح البقرة في اي وقت سواء بالليل او بالنهار وقت ما تطلب البقرة العشر فهو نكون جهزين بالطلوقة محتاجين حلابة قسطين او قسط واحد ودي في حدود من 9000 ل 14 ألف جنيه يفضل وجود ميزان طبلية لوزن الأبقار ونتاجها لتقييم التحويل ومراجعة برنامج التغذية وكذلك وزن العلف عند التركيب وممكن كمان نقجره نيوزين بي للجران وده هيجيب عائد مدي كمان يعني وده في حدود من 12 ل 15 ألف جنيه يجب توفير ديب فريزر أفقي 400 لتر لتخزين اللبن في حالة عدم حضور التاجر لأي سبب وده تقريبا في حدود 5000 جنيه تسعا هنتكلم عن إرادات المشروع بيع عشر خلفات في السنة بمتوسط من 10 ل 12 ألف جنيه يعني احنا بنتكلم في حوالي 100 ألف جنيه تقريبا وإذا توفر مكان ممكن نسمن العجول الزكور لموازين أعلى ونبيحها مثلا على موسم الأطحية بالنسبة للإناس ممكن ناخد الأفضل ننتخب الأفضل وخصوصا للأمهات الولد التوأم أو الأمهات الأكثر إضرارا للبن ونبيتهم معنا ونخليهم نزود بيهم عدد الأبقار أو نعمل إحلال وتبديل متوسط إنتاجات اللبن في الربيع بيكون من 20 ل 25 كيلو يوميا على حلبتين يعني ما بين 10 ل 12 صباحا و 12 مساء في الصف بيكون ما بين 15 ل 20 كيلو متوسط الإنتاج اليومي يعني احنا بنتكلم في الشهر لو اعتبرنا أن المتوسط 15 كيلو في الشهر ب 450 كيلو في من 6.5 ل 7 متوسط سعر اللبن البقري يعني منتكلم في حوالي 3,150 جنيه في 10 أبقار ب 31,500 شعرية وفي الشهر الأخير وشهر الأول من الولادة ما بيتمش فإحنا بنحسب للبقرة على 10 شهور بس لأن في الشهر الأخير وشهر الأول بعد الولادة ما بيتمش حلب الأبقاري اللي بيطلع من السابلة كمان بنبيعه أو بنستخدمه في أرضنا والزيادة بيتباع وده بيجيب مبلغ كويس ممكن تعظيم الربح بأن احنا ننتج من اللبن زبدة بقري وجبن قريش وقشطة وبينبيعهم ومتوسط سعر الزبدة البقري حالياً لوقت تقريباً حوالي من الجنيه للكيلو يعني البعض بيقرأ أن تكاليف التغذية والرعاية الصحية والعمالة توازي إرادات الأبقار من الألبان فإذا وافقنا على كلامهم فما فيش مشكلة حتى لو التكاليف متوازية فإحنا عندينا في الآخر 10 خلفات مكسب يعني بنتكلم في 120 ألف جنيه نتاج المشروع ده عائد على الرأس المال كويس جداً ومنتازية كيفية بقى تسويق منتجات المزرعة؟ غالباً كمية اللبن المحلوبة التجار اللي هم بيسموها بتوعلم المعامل أو الملبنة دول بيجوا ياخدوا يومياً اللبن وإذا كنت بتنتج على مرتين وعندك كمية كويسة بيجوا لك مرة الصبح ومرة بالليل بالنسبة للمواليد فدي بتتباع إما في الأسواق بهايم في المحافظات المختلفة كل محافظة عندها أكتر من سوق أو بتتباع للمعارف المحطين أو تجار المواشي لما بيعرفوا أن أنت عندك إنتاج كويس بيجوا ياخدوا من عندك يعني منتجات اللبن الأخرى زي الزبدة والجبنة والحاجات دي بتتباع للمعارف وفي تاجرات بتيجي تاخدها من عندك لو عندك كميات كويسة بتيجي تاخد منك الإنتاج في الآخر أتمنى أكون شرحت الفكرة بشكل مبسط وإذا عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وتشير الفيديو لأصدقائكم وجربتكم واشكركم على حصن متابعتكم وتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح ولا تنسونا في دعواتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة